موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا ومشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيحي في هذه الحلقة رح نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية عن نموذج البيت المسيحي اليوم في حرب شرسة حرب شعواء ضد الأسرة ضد البيت البيت هي مؤسسة مسيحية أسسها الله ولأنه أسسها الله نشوف كل أنواع الحروب سواء في الشرق أو في الغرب وكل الحروب موجهة ضد الأسرة تفكك الأسرة يعني تفكك المجتمع وهذا طبعا خطر جدا واليوم إحنا رح نتكلم عن ما هو إيه؟ إنه موذج الحقيقي للبيت المسيحي أنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة وإذا كمان أسرتك معاك أولادك بناتك أو إذا بتعرف بيوت محتاجين يسمعوا هذه الحلقة من فضلك تواصل معهم حتى يشاهدوا هذه الحلقة ويستفيدوا من المعلومات أحبائي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مرة أخرى حديثنا في هذه الحلقة موضوع في غاية الأهمية ولسيما في هذه الأيام نموذج البيت المسيحي ومين يكون أفضل من ضيوف أعزاء أحباء أخوة مباركين جاءوا من مصر ومعنا في الستوديو منحس إنه كمان من عائلتنا أكيد شفتوا يمكن من حوالي أربع سنوات دكتور إيميل جوزيف ودكتورة أليس توفيق وهذا هو التخصص طبعي طبعا دكتور إيميل هو استشارة طب نفسي وطبعا أتنين يعني بخدموا الرب خدام في معاهد المشورة في مصر ومش بس في مصر طبعا في أماكن عديدة أنا بشكر رب من أجلكو دكتور إيميل ودكتورة أليس أهلا وسهلا فيكو أهلا في مكانكم في برنامج ليكن نور شكرا بك وأنا بالمشاهدين شكرا جزيلا لما بتسمع خلينا أبتدي بالأول لما بتسمع العنوان البيت المسيحي إيه اللي بيخطر على بالك كشخص طبعا متخصص في هذا الموضوع والحقيقة بعد ما بدأنا في أول معهد مشورة في مصر الكورس العام ابتدى الناس تطلب كورسات لأجل تربية الأولاد وعملنا كورس تربية الأولاد بس لقينا مش نجحين قوي في تربية الأولاد فقلنا على المشكلة في التفاهم الأسري هو ده اللي بيعطل تربية الأولاد فعملنا كورس تفاهم أسري وبعدين لقينا برضو مش نجحين قوي يمكن فيه نموذج أحب أن أنتوا أنا فعلا كنت عاوز أسأل إذا ممكن نحط النموذج على الشاشة لأنه برضو عاوز أسألكو يعني اتنين نفس السؤال وإنتوا يعني تجاوبوا بنعمة الرم لقينا أنه ما فيش تفاهم بسبب أنه في ضعفات نفسية في نفسيتي أنا الزوج ونفسيتي الزوجة وبرضو لقينا في مشكلة لسه موجودة فاكتشفنا أنه لازم يكون فيه أساس وهو العلاقة الحقيقية العلاقة الشخصية مع الله ولقينا أن التسلسل ده مهم كل الأدوار مهمة والأساس مهم جدا لكن كل دور أو كل طابق بيتأثر بالأدوار أو الطوابق السابقة له طبعا عندي سؤال وأنا شايف النموذج البيت على الشاشة وفيه تسلسل يعني اللي ممكن توضح لنياته دكتور إيميل وطبعا ممكن كمان حضرتك دكتورة أليس تفضل دكتور إيميل يعني منلاحظ مثلا إحنا يعني كل العائلات مهتمة أهم حاجة أولادي أهم أنا جاي بلاد المهجر عشان أولادي أنا بموت نفسي في الشغل عشان أولادي بس مش بناخد بالنا يعني فيه أسباب تنجح تربية الأولاد زي التفاهم الأسري ولو بيت مفوش تفاهم مش هينجح تربية الأولاد مهما موتنا نفسنا وجبنا لهم أغلى الأشياء وحوشنا لهم أغلى أكتر المبالغ وجبنا لهم زي في مصر لازم أجيب له شقة أجيب له مش عارف إمكانيات بيش بيها بس من غير تفاهم إحنا مش بننجح والأولاد يعني بيتأثروا حتى بالجو العام يعني مثلا لو لقى بابا وماما منقسمين يحسون دولة فريقين فلما الولد يحب يشتري حاجة وعارف ماما مش هتوافق يروح لبابا أو عارف بابا مش هتوافق يروح لماما هو ده الزكاء الأطفال وممكن بابا يقول طب يخد حبيبي اشتري بس ما تقولش الماما ومش واخد باله أنه هنا بنهدم شيء خطير لأن الطفل بياخد الأمان والإطمئنان من التفاهم الأسري المشاجرات الأسرية من أكتر الحاجات اللي بتهدم البيت المسيحي وتربية الأولاد أكتر حاجات ضيعة الأمان عشان كده في حد قال أنه السقف أو الجملون العلوي نحي بابا ونحي ماما لو إحنا مش متحدين الأولاد هيتكشفوا كل العوامل التارية والعواصف والأمطار هتصيب الأولاد وإحنا قد نظن أن أنا بقى تمسك بحاجات عشان نتصالح لا أهم من أي حاجة نعمل لأولاد يكون بيت في تفاهم أهم هدية نقدمها للأولاد بيت في هارموني أهم يعني تحضير الأولاد كويسين يعني إحنا ممكن نلاقي أولادنا بيخاف ونقول له يا ابني لازم تاخد بالك لازم ليكلمك تكلمه يضربك اضربه ونش هيقدر لأنه مفتقد الشعور بالأمان ما خدش الأمان اللي مفروض ياخده في البيت اللي يخليه يطلع شجاع ويطلع واسق من نفسه هكذا برضو الأولاد هيتأثروا بنفسيتي لو أنا عصبي متوتر أكيد أنا عصبي مع مراتي وعصبي مع أولادي أولادي هتطلعوا مهزوزين عصبيا بسبب عصبيتي لو أنا طلعت مثلا عندي عقدة من الشهوة أو من الأخطاء الجنسية هبقى حريص زيادة مع الأولاد أعمل لهم عقدة من لاشيء بسبب أني ما فيش شفاء في نفسيتي فأنا متأكد أني النفسية بتاعت الزوج والنفسية بتاعت الزوجة مش بس بتأثر في التفاهم بتأثر في تربية الأولاد وممكن نلاقي أولاد طلعين متوترين جدا لأن البيت بابا عصبي ماما عصبية وأنا بقول أنا بموت نفسي عشان الأولاد بس في حاجات مهمة جدا قبل الإمكانيات المادية أنا محتاج أحضرهم كل أولاد بتلاحظ هاي الأمور دكتورة أليس يعني دكتور أميل بيتكلم عن التفاهم في العيلة وأحيانا صعب الواحد يكون مثل كامل حتى لأولاده في بيته كمان ما فيش مشكلة أن أنا أكون يعني يحصل مشكلة بس لما أغلط أعتذر لابني أنا بقول الأباء والأمهات يعني تعبير من المجتمع بتاعنا حتى لو يعني مش معجبين به بقولهم يا أباء يا أمهات إذا بليتم استاتروا يعني لما تتخنوا خليكم جوه أو ضدكم ما تنشرش الغسيل بره يعني مشكلة أنه بيتخنوا قدام الأولاد وممكن يتصالحوا في قط النوم وما فيش الأولاد يناموا مضطربين ونزعجين ويطلعوا باكيين وإحنا مش فاهمين ليه مع أن إحنا ما كناش بالمشاجرة معهم لكن هم بيأخذ أمان من الهارموني وجوه التفاهم تفضل دكتور إن أوقات كتير أو نيجي نحل المشاكل نلاقي مرارة عدم غفران شعور بالزنب قاتل فمأثر على مشاكل فنكتشف إن أصلا فيش حلقة بالله إنت هتسمح زي ما هو عجيب منين غفران هي هتصبر وتحتمل بأي قوة هنحب بعض محبة حقيقية فيها عطاء وفيها تضحية من فين فالبيت اللي مفهوش ما خافت الله زي ما قالوا يتخاف عليه فعلا يتخاف عليه فلاقينا إن العلاقة بالله الشخصية أساس لإن العلاقة في البيت تبقى صح لإن منين نجيب محبة منين نجيب صبر منين نجيب احتمال منين نصلي ونحتمل إن الله يمد إيده في المشاكل بالإيمان منين هعرف أستحمل واخفر سنين العمر ده تكويم 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 لغاية ما يجي يوم مش طيقين بعض من كتر ممحوجين عشان كده أول علاقة فيها عهد هي علاقتي الشخصية بالله كلمة عهد هاي كلمة كبيرة أيها وقوية بليز وضحيها أكتر يعني كلمة عهد يعني أنا في ارتباط مع أقوى شخص مدور الكون هو ضابط الكل هو حامل كل الأشياء بالكلمة وحدة منه فلما بأنا في علاقة مع الشخص ده مهما مريت بأمور عندي اللي تسند عليه مش يتيمة وملطشة في الدنيا ولا خايف حتى أن جوزي يكل حقي ولا أهل جوزي يكلوني لا ده أنا مسكة في الشخص اللي في إيده الدنيا كلها أفواً في رسمة فيها مسلس كده على علاقة العهد حنحطها أيوة أيوة اللي هي علاقة العهد علاقة العهد في الزواج بس أنت أصدق كلامك يعني علاقة أولاً بربنا بالرب أيوة الإنسان مخلوق علاقاتي مش ممكن ما يبقاش في علاقة فأول علاقة حقيقية لازم تبقى في حياتي هي علاقتي بالله فعلاقتي بالله تسندني في الدنيا وإن أقدر أدي وأقدر أحتمل وأقدر أتسند أجيب منين الشفاء النفس ده الأمان ده نجيبه منين الغفران ده نجيبه منين المحبة الحقيقية اللي مش مصلحة ولا صفقة يعني في الجواز فأنا مسنودة مش على جوزي ولا على الدنيا أنا مسنودة بربنا عندي شخص أفضفض في عالم متعب عندي شخص ألجأ له لما خاف فالعلاقة بالشخصية بالله مهمة جداً دي أول علاقة عاد وحتى ما بنصلي مثلاً ونقول إنجيل الباكر اللي هو يحنى واحد كل اللذين قبلوا أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاداً عشان أبقى بنته وهو أبويا دي علاقة قوية جداً العلاقة الأقوى أو نفس القوة اللي مش هتنفع غير لما يبقى عندي علاقة شخصية بالله هي علاقتي بشريك الحياة جواز المسيحي مش أي عقد ولا أي ارتباط ولا أي التزام ده عهد يعني الله شريك أساسي في العلاقة فأنا مش خايفة إن جوزي يأكل حقي أنا عندي إلهي اللي ربطنا ببعض لها رأبه ولا همشي وراه ولا تقانئ مين فينا هيكل التاني لا ما عندناش القوف ده أنا لي علاقة بالله هو لي علاقة بالله كل ما بنقرب من بعض من ربنا بنقرب من بعض علاقة هرمية مثل الهرم بزا لغاية ما ييجي الهدف الأساسي اللي كل الإنجيل خمس مرات يتكلم عليه السيد المسيح يتكلم لا يكونوا بعض اتنين لكن هيبقوا واحد 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 ازاي لما أنا اتحت بربنا ولي علاقة بيه هو اتحت بربنا ولي علاقة بيه يبقى ساعتها هنبقى في نقطة واحدة أنا وهو وربنا نلتقي التلات في اللهار وده يفيدني في ايه ان أنا عندي شريك حقيقي في العيشة وفي الجوازة دي انا مش خايفة لان الشريك ده اذا انا زي اي بنك او اي شركة هتفلس الشريك يدفع فأنا ما عنديش صبر اقول له الحق اديني صبر انا خلصت غفران اديني او اه ده رغف فيبقى فيه شريك بيزق لما نفلس وفيه كمان شاهد زي ملاخي اتنين انا شاهد بينك وبين امرأة عهدك فهي امرأة العهد اللي ما ينفعش ألعب من وراها لان فيه شاهد انا مش خايف منها انها تكتشفني انا خايف منه هو هيرأبني ما عرفش اصلي ما هيسمعليش لو انا قصرت العال فان هي كمان انا جوزتك ابني عملت في ايه سنتي حافزتي على حقوقه وقفتي في ظهره صلتي له فانا بدي حساب لي لربنا مش لجوزي هيسألني ولا مش هيسألني ولا طيب معايا ولا جديد معايا فوجود ربنا في عهد الزواج بيبقى شريك وشاهد واخر حاجة جميلة ان مين يضمن يعني اشكر ربنا احنا متجوزين اننا 39 سنة مين يضمن الجوازة دي 39 سنة وجود ربنا يعني والمثلث اللي طلع حبيت الفكرة الزوج والزوجة وطبعا اتنين في نقطة يلتقيان احنا متكلم عن نموذج البيت المسيحي طبعا لانه متل ما بيتكلم الكاتب الى العبرانيين الزواج يكون مكرم عن كل واحد لانه اللي اسس الزواج هو الله من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا طبعا بيكمل في العهد جدول وما جمعه الله لا يفرقه انسان احنا متكلم على الزواج العهد وليس العقد اللي الله شاهد على هذا اذا في عندك اي اضافات دكتور اميلي في سلايد تاني فيها المثلث ايوة طبعا مهم فكرة الزواج مش عقد حضرك قلت تعبير مهم كونتراكت يعني كونتراكت كونتراكت وليس حتى كوميتمنت ايوة مش التزال الثلاثة سي دي تمثل اعمق علاقة الكونتراكت او العهد اني انا لما تبقى لي علاقة عهد بربنا وشريك حياتي لي علاقة عهد بربنا نقدر ببيني وبين مراتي علاقة عهد فالبداية او الاساس في البيت المسيحي وشوفوا كل ما قربت من ربنا اكتر كل ما المسافة بيني وبين شريك حياتي بتقل بتقل فالعلاقة الاولى هي العهد مع الله وزي ما قال ارمية ارمية خمسين خمسة هلما فننصق بالرب بعهد ابدي اذا اذا ده حقيقي هتبع علاقتي بشريك حياتي عهد يعني عهد انا بدي حياتي بدون قيدا او شرط زي ما عملت مع ربنا انا بأسلمك حياتي بدون قيدا او شرط بدي شريك حياتي بدي له حياتي بدون قيد او شرط وهو كمان بيديني حياته فنصير واحدا كل ما نزد في النمو كل ما نزد في العلاقة مع الله كل ما يزد اقترابنا بعضنا مع بعض كل ما يزد اتحدنا ببعض واتحادنا مع اتحادنا من المسيح ستعودين نخد بالنا نرجع للأساس بتاع البيت المسيحي الكلمة يعني أنا مقتبسة من كتاب هانتوني كونياروس في كتاب حل وكده اسمه علاقة الشخصية مع الله إن إحنا فاكرين علاقة مع ربنا يعني نصلي ونصوم ونروح الكنيسة ونشترك في الأسرار آسف إيه الكتاب اللي ذكرته اسمه العلاقة الشخصية مع الله ده في مصر موجود في المكتبات يعني هو أصلا إنجليزي لأنه أنتوني أبونا أنتوني كونياروس موجود أصلا كان موجود في أمريك فالفكرة إن إحنا فاهمين إن أنا أكون طيب الأخلاق أروح الكنيسة أدفع العشور لا كله ده ما يخلينيش مسيحي إن لم أدخل في علاقة العهد إن لم أدخل في علاقة الشخصية يعني أكلمه ويكلمني وده ميزة الكتاب ده أن كله أقوال أباء بتكلم على الحياة التي تتغير يعني حتى لما الآية المشهورة أنا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل هعمل إيه وأتعاشنا علاقة بس طب فين يا رب أدينا وصايا نمشي عليها إنت لما تكون على علاقة شخصية وتقعد معي كل يوم وأكلمك وتكلمني الوصايا هتطبع على ألواح قلبك اللحمية الذي يحبني يحفظ وصيائي تمام فأحنا مش من نتكلم على التدين أن تزيد في كم الصلاة وأن تزيد في كم الصيام مع أن هذه وسائل وصائل نعمة مباركة لكن أن تكون حقيقة لك علاقة والعلاقة أساسها الحب في قديس جميل اسمه أنبا كراس كان يتميز بعلاقة الحب وكان له لقاء يومي مع حبيب يسوع وكان يسوع يدخل إلى الليتو وينادي عليه ويقوله حبيبي يا كراس السمرة ما عليش توضح الكلمة الليتو اللي هي أصدق غرفة المكان اللي كان يشفي في البراري وبعيد عن البشر عايز يقضي وقت مع حبيبه خلوي يعني لكن الأسقف اللي حضر وقت نيحته يعني حضر هذا الحدث أن يدخل رب المجد وينادي عليه حبيبي يا كراس هذه علاقة شخصية هذه علاقة الحب هذه علاقة الحقيقية غير كده أنا مش مسيحي أصلا لأني أصلا مسيحين ما كانش اسمهم مسيحيين كما ذكر في أعمال الرسل كان اسمهم تلميذ أي يدبعوا طرق وتصرفات سيدهم المسيح فسموهم مسيحيين أولا في أنطاكي فأنا لازم أتأكد أن أحط نموذج البيت المسيحي الأساس العلاقة الشخصية مع الله إذا لم يكن لي علاقة لا هعرف شفاء ولا هعرف تفاهم ولا هعرف رب الأولاد يعني مثل ما ذكرت لدكتورة أليسن هاي كلمة كبيرة كلمة العهد يعني بدون الخوض في المعاني اللاهوتية للكلمة سواء من العهد القديم أو العهد الجديد في العهد القديم بريت في العهد الجديد داثيكي اللي هو من طرف واحد طرف إلهي لأنه الله هو الشاهد يعني وإحنا دخلنا في هذا العهد سواء بالخلاص هذا هو العهد الجديد بدمه يعني تختم بدم المسيح ونفس الشيء بعلاقة الزواج إحنا دخلنا في عهد مقدس لا يكسر لهذا السبب يعني ذكرت أنها كلمة كبيرة ولكن برضو هذا لا يمنع أن نتعهد مثل ما الكاهن أو القسيس لما بيسأل الطرفين هل تتعهد لأنه بيستكمل مثل ما ذكرت من المتلث إحنا ابتدينا من هاي النقطة ولكن كلما اقتربنا من الرب نتحد بالرب أكتر إذا في أي إضافة عندك؟ لو في زوجة ليها علاقة بل جزء لا بنقول لها خليكي واقفة تحت الصلي ده اللي كنت عاوز أسألك يعني وصلي واتمسكي بربنا وخلي حياتك هي اللي تشع نور ربنا وربنا يجبهولك عن ناحية تانية من الصلي فتبقى بصيرتك مش توعظهوش ما لكن في أزواج بترفع الضغط يا دكتور آليس وفي زوجات برضو بترفع الضغط أو بسببه كمان سكري ما هو ده العلاقة الشخصية مع الله مين يديني أحتمل وفادفاد معايا ويديني حب وغفران لو كده كانت البيوت اتفكت من زمان لأن مش كل الستات حلوة وكل رجل حلوة لكن لو في طرف واقف تحت الصليب ومستخدم كل نعمة في الصليب للغفران وللحب والعطاء لازم تكافأ لازم شفت كتير ستات ربنا كافئهم واكتزابتهم النعمة فجم في الآخر تحت الصليب وبقوا مع بعض دي قصص كتير قوي نعم يربحنا بصيرة النساء بدون كلمة يعني لا نعثرهم بسلوكيتنا وإحنا متدينين نور يكونوا ملحوا ورائحة المسيح المسيح فيهم فيكتذبهم الحب طيب يعني أنا بس قبل ما أنتقل للجزء الآخر من السؤال بس حقيقة دكتور إميل أنه الكلام اللي بتتكلمه حلو ولوجيك يعني منطقي وكتابي في نفس الوقت ولكن اليوم نشوف واحدة من أكبر التفككات والمشاكل هو في الأسرة كيف نكون عمليين في هذا الموضوع يعني بعد أكثر من رسمة المتلت يعني أنا هقول حاجة عن تربية الأولاد وأسيب ألس تيسي دور حاجة كمان عن التفاهم الأسري إحنا محتاجين نهتم بالجو المرح يعني في حد نصحني نصيحة زمان بسيطة قوي قال عشان بابا بيجيب فرح دلوقتي بابا جه نكد خد لك ساتر استخبه لازم هيطلع غلطان ومقصر في حاجاتك فدي حاجات هتساعدنا في تربية الأولاد أني البيت أكون مهتم أني يكون فيه جو لطيف يعني جو تفاهم وجو لطيف كمان تربية الأولاد بتتأثر من النفسية اللي مش مش فيها ليه؟ لأني عندي حالة مشورة كانت سيدة بتشتكي ابنها تعرض لنوع منها التحرش في أحد النوادي الكبرى أو عملت قضية على النادي وبعدين أنا اكتشفت أن الولد بيتعرض لمشاكل أكتر من اللي أوريدي اتعرض لها واكتشفت في النهاية أن الست دي تعرضت لإيزاء فعزمت في قلبها أن تحمي أولادها وهذا العزم قرار جيد جدا لكنها لم تشفى مرارة من المرارة لم تشفى من الإيزاء ده محتاج شفاء يعني ليس مجاله هنا عشان لما تحمي ابنها من الإيزاء تكون تعملوا بطريقة صحية كمان تربية الأولاد تتأثر بالأساس اللي هو القاعدة اللي احنا قلناها أساس اللي تحقي المأمي عليه العلاقة العلاقة البيت الأساس العلاقة الحقيقية مع الله في قول مشهور للبابا شنودة بيقول لا تكون مدرسا بل درسا معناه إيه كلام الجميل ما تقعدش تعلم ابنك صلي يا ولد أقف كويس احنا بنصلي خليك جاد كل ده انت مدرس لكن خليك درس خليه شوف علاقتك بربنا ويحب العلاقة دي شوف بابا اللذيذ وخليه شوفك بتصلي وبعد كده ما تقول شام هو هيجي جنبك ويصلي زيك لا تكون مدرسا بل درسا حلو حلو أنا برضو اتأثرت قوي بجدتي ان انا كانت عند جدتي وانا صغيرة فكنت أصحى بدري ما بصحاش ألاقيها هي اللي صحت ووقفة ورفع ديها ومالت صلي خمسة الصبح وبتقول أسمينا كلنا وانا بقعدة مستني يسمع اسمي وهتقول ايه وراه وخلاني انا بقيت حب الصلاة وحتى وقات ترفع ايدي زي ما هي كنت ترفعها يعني فدايما أحكي ان ما حدش قال لي صلي دايما بيقرو في الإنجيل ما حدش قال لي يقري إنجيل بس لاني شفت ده وفرحت اني اسمي في الحكاية يعني عشان كده بشجع كل قب القب بالذات لان هو رمز للمسيح في البيت وكاهن الأسر وقف صلي أبصد صلاة بس قول أسامي عيالك لما الولد بيسمع اسمه في صلاة بابا وبيقول عليه أي تعليق أو أي طلبة الولد بيفرح وبتتغرس جواه الطلبة دي يطلع مهما كان بابا برفش يصلي يوقف يقول أبصد كلمات ويقول أسامي عياله بصوت مسموع مرافرف فيه آية يعني عجبتني قوي في أشعياء عشر أربعة عشر بتقول على أشوره اللي هو رمز الشيطان أنا دخلت جمعت من العش البيض المهجور أو الفراخ المهجورة ليه جمعت بيسرق أولادنا ليه؟ لأن العشها مهجورة ليه ما لقيتش فاتح فم ولا مرافرف بجناح ولا مصفصف يعني لو لقيت واحد بس واقف على العش يحرص الفراخ يقف يقف يقول بس هش للشيطان هيمشي الشيطان بيقول كده أنا لو لقيت حد بيهشيني كنت مشيين ده أنا لمتلي أني لقيت العشها مهجورة فبابا وماما حراس على العيال في العش أن يرافرف بجناح الرافع دي ليكن رفع يدي زبيحة مسائية أمين ومصفصف حتى بيصلي بصوت همس كده أنت على طول بتصلي لعيالك وعلى طول بتصلي لولادك أن ده بيهش الشيطان أن ما يتسرقوش مننا إبليس مستني أن ننام عن الحراسة ويأخذ العيال المشكلة الحقيقية أنا بكرر مش الإلحاد والانحرافات الجنسية المشكلة أن البيت الذي ليس فيه تفاهم ليس فيه مرح ليس فيه حضور الله في تصرفاتنا وفيه صلواتنا أنه بعلاقة حقيقية مع الله يعني كلمة الله بتعلمنا في مزمور 127 إن لم يبنى الرب البيت فباطلا يتعب البناءون بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت شوقتونا بس ناخد فاصل من فضلك لو عندك أي سؤال أي استفسار فيك تتواصل معنا أرقام الهواتف أمامك وفيك تتواصل معنا عن طريق السوشال ميديا سأرجع بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا حبائنا مشاهدينا حديثنا عن نموذج البيت المسيحي ومعنا دكتور إيميل جوزيف وزوجته أيضا أليس توفي وهم يعني متخصصين في هذا الموضوع خدام في المشورة المسيحية في معاهد كثيرة في مصر مرة تانية أهلا وسهلا دكتور إيميل وأهلا وسهلا دكتور أليس أهلا بي يعني خليني بس أسترجع من خلال المثلث اللي اتكلمنا عنه أنه الزواج هو عهد وعلاقة بين طرفين الزوج الزوجة وكلما اقتربا من الله يعني بيكونوا أقرب لبعض فإذن هذه العلاقة زوج زوجة والأولاد يعني دور تالت أو أولوية تالتة أو كيف ممكن نصيغ هذه الأولويات قبل ما نتكلم عن السؤال اللي بعدي تفضل إحنا يعني عاوزين برضو نأكد أن البيت من غير أولاد يظل بيت كامل لا ينقصه أسرة كاملة أدام فيها زوج أو زوج كمان عاوزين نشير تاني أن الدور التاني يتأثر أيضا بالدور الأولى للشفاء نفسية فلو فرض أن فيه صغر نفس في أحد الطرفين عايز يظهر أنه لي كرامة فيصر على رأيه المشكلة مش عدم الرغبة في التفاهم مشكلة في النفسية أنا محتاج للشفاء طبعا إحنا عندنا صفحات كتيرة في المشورة اللي يحب يرجع لصفحة اسمها المشورة والفرح فيها كورس كامل عن شفاء نفسيتي كورس نموه شخصيتي فيها علاج صغر النفس يعني مختصرها أن أنا أشوف نفسي في عين الله مش أشوف نفسي الماذا قيل لي وأنا طفل كان بيتقال لي أنا فاشل أنا غير ناجح I'm not good enough فلما أتجوز أحاول أثبت نفسي وأبقى في التحكمات والمشاكل سواء المرأة أو الرجل وأيضا ممكن المرأة تبقى مفتقدة الشعور بالأمان فتبتدي تراقب جزها لأنها خايفة أنها يبص الوحدة التانية ممكن طبعا فيه رجال غير أمناء ولا يعيشوا حياة الطهارة أنا بتكلم على زوج أمين ربما اجتماعي شوية لكن المشكلة في النفسية الزوجة أو الزوج طبعا أني مفتقدة الأمان مفتقدة الثقة فتبتدي بقى تراقب جزها وتعمل مشاكل لا لزومة له إذن التفاهم يتأثر بنفسيتي لعشان كده لازم الشخص اللي عايز يتعلم التفاهم يبتدي بشفاء نفسيتي أو كورس نمو الشخصية ده كورس ولكن خلينا وجه السؤال بالنسبة للتفاهم أو المهارات في التفاهم طبعا ده بيتطلب كمان نوع من الحكمة والتعامل في نفس الوقت فضل المهارات التواصل دي بقت علم بيدرس في شركات ومهن كتيرة فبالأول احنا نتعلمه في العيلة يعني فمثلا لما ما فيش بيت ما فيهوش نتجرح من بعض ببساطة أو يبقى فيه مشاكل بس أنا بتناول الأمر ده ازاي ما يكون عايزة أقوله أنت جرحتني يقولك لا أنا ما جرحت كيش فنقول في مهارة اسمها ابتدي بأي ميسج أنا أنا حسيت أني اتجرحت من كلمة الفلاني ممكن أنا أنا مش قاصد بس لكن لو قلتله أنت هيبردها هو أنت اللي بتفكري غلط ممكن يعني توضح أكتر بأمت لأخت قليس يعني مثلا حتى لو واحد مش بيضبط مواعيده وجاي متاخ أنت تأخرت علي أنت بتعذبني أنت مش شايف الأهمية بتاعتنا أنت مش شايف نموهم ده هيخليه هو أنا بالعب هو أنا يتغصب عني ما أنا في الشغل أنت اللي مش حس أنت اللي مش مقدرة هيبقى أنت 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 لكن لما الإقتراح إن أنا أقول أنا تعبت من التأخير وقلقت عليك وبقترح أنك لما تكون تقتخر تكلمني تبلغني عشان ما يحصلش كده فأنا عندي رسائل أولها أنا أبتدي بيها ما أقولش أنت ما فيش اتهمات ولا حكم ولا إيدان لأن ردها هو أنت ونمسك فبعا الحاجة التانية أي مشكلة ما فيش بيت ما فيش مشكلة إزاي يخلي المشكلة مش بيننا لكن تحتينا نتعامل معا بحيث إن أنا أقوله أنا حسيت كذا كذا واحتياجي كذا كذا فإيه رأيك نتفادى المشكلة دي بالحل الفلان فأنا بحط المشكلة مش بتهمه وبحكي مشاعري بسبب المشكلة دي وبحكي احتياجي مثلا لو هو أحرجني قدام أهله أقوله أنا اتقلمت وأحرجت جدا لما قلتلي التوبيق ده قدام أهلك أنا عندي احتياج إنك تقدرني قدام الناس ممكن الاقتراح بقى ممكن لما عندك ملحوظة تقول هل يبني ما بينك أو تستنى لما نروح ونقولها مع بع دي تتفادى المشكلة لأن واحدة من الصعوبات هو الاحتفاظ منخزن احنا بالذات العرب منخزن غضب جوانا ويمكن يوصل لوضع خلاص صار عندي مرارة من الموضوع ولكن ممكن أنا لو حكيت معاه كلمته من البداية كانت تحديت أو تفاديت مشكلة أكبر ومهارات كتيرة لسه في مهارات كتيرة يعني المثال اللي قالته ألس دلوقتي أعيز أقسمه لأربع مهارات أو أول حاجة هي أولا استخدمت عبرت عن مشاعرها مش مطلوب مني أن أكتم ولا أخزن وإلا هنفجر بعد شوية بس عبرت بالآي ميسش من شبك التهم تبدأ بكلمة أنا أنا تعبين أنا اتحركت أني صوتك علي في وسط عائلتك وأنت بتكلمني الخطوة الثانية أنا كنت محتاجة يوصلني احترام قدامهم الخطوة الثالثة ممكن أقول لو في حاجة أنت شايفها مش مظلوطة يريد تأخذني على جنب وتكلمني أنا أقول مشاعري بالآي ميسش وبعدين بقول احتياجي وبعدين بقول الاقتراح اللي أنا محتاجه يحصل في مثل هذه المواقف مش يعني أسيب الموضوع ممكن زوجة معرفش بقى انت أقول انت شوف انت لا أنا هقول أنا احتياجي إنما يكون في حاجة أكلمني بس بيني ما بينك مش لازم صوت العائل أنت أحرجني وأنا محتاجة أحس باحترامك ليا قدام الغرباء كلمة الحاجة الرابعة أنت قلت أربع حاجات ولا زكرة الأربعة لأنا دخلتهم على بعض دخلتهم على بعض حضرتك قلت فكرة التكويم دي من أخضر ما يكون دي اللي بتوصل للانفصال في الأرض بخزن بالتخزين ومشكلة فوق مشكلة فوق مشكلة فوق مشكلة لبناقش ولا بخلص ولا فإحنا دايما نقول ما تكومش وما تكوميش أول بول الشاية بأشاية نحل نحل وما ننامشي زعلانين من بعض لا تغرب الشمس على غيث نراضي بعض ونتناقش في المشكلة بعدين بس النقش بعقل من غير فوران الغضب والمشكلة نرجع نعيد الأربع نقاط دكتور الكلام سهل إحنا يعني بناخد نقطمر أربعة أيام عشان نتدمر تدريب دايما أفهم احتياجات شريك حياتي أعبر عن احتياجاتي أتعلم أعبر عن الغضب إزاي دا محتاج تدريب أنا فاكر من فترة طويلة أوي تعلمت موضوع الآي مسج وحسيت أن أنا يعني عندي طول رهيبة أنا حل كل المشاكل بالآي مسج ممكن واحد يقول أنا بحبك أنا بحبك أو يعني نبرة الصوتي بتعبر عن كان الشخص أو أنا آسف وتقلب طريقة أنا آسف يعني كله بغلط أنا بغلط بشر وطبعاً قصة قصة كبيرة ومتسعة لكن جداً جداً الشغل لكن مش مستعد أتعب مثلاً أخذ أربع أيام أجازة عشان أتعلم التفاهم الزوجي ولسيماً نحن ناس يعني ممكن نحكي الستاندرد في المعلومات ولكن تدريب تركيبة الشخصية تركيبتنا تركيبة معقدة اللي جاي من الطفولة اللي جاي عنده ناقص اللي عنده مرارة اللي عنده إحباط اللي عنده يعني كل أنواع المشاكل جايبها معاه البعض بعبر والبعض لا يعبر والبعض يعبر بالصمت والآخر بعبر بالكلام سواء الهادي أو العالي أو يعني إحنا شخصياتنا كل واحد بختلف إنت يعني رجعتنا لنقطة مهمة جدا الشفاء النفسي في ناس بتقول إحنا مرضى يعني إنت فكرنا مرضى لا الحقيقة ما فيش حد وهي الكلمة الصعبة عندنا في المجتمع العربي بصراح يعني نسميها ععاقات نفسية نسميها ضعفات بس أنا بقول أنا أول واحد عندي يعني ضعفاتي النفسية أو حاجات محتاجة المسيحة واللي كامل الصفات المثال اللي حكت عنه ألس من شوية إن أنا بخزن الغضب ويتحول إلى غيز ويتراكم إلى أن يصبح مرارة أنا محتاجة أتعلم كيف أتخلص من المرارة في ناس كتيرة مش داريانة إنها بتخزن المرارة عشان أنا معايحة أني الفلان غلط في ده ده بيخليني أحتفظ المرارة أنا مش أخذ بالي إن بيبهدلني المرارة تبهدل صحتي النفسية صحتي الروحية صحتي الجسدية يعني ممكن تلاقي ستات اللي شعرها بيقع وإيه اللي الدورة تطلخبط وإيه اللي يطلع له حساسية وإيه اللي يطلع له مشاكل في المفاصل كل ده ما ما دي علاقة بالنفسية أنا يعني يعني لأنسى واحد كان غريب شوية كان قال لي أنا ليا 11 سنة بلف على الأطباء البطنيين وخلافه يعني وجاي مع ملف كله أشعات وتحليل ورشتات ومر آي وسي تي وسونار بس الغريب في هذا الشخص إنه كان كان عنده يعني واجع في البطن لدرجة إنه الدكتور قال له دي الزايدة دودية ندخل عمليات فورا دخل شال الزايدة بعد أكتر من أسبوع بعد النقاها الوجع رجع زي ما هو قال أوه دي طلعت المرارة دخل عمل عمليات المرارة فتح بطنه ثلاث مرات والغريب إنه هذا الشخص بيقول ياس يا ريت يا دكتور ما تبقاش حاجة نفسية أنا قلت له أنت لسه عايز تتعذب تاني مش كفاهي اللي حصل لك واجه إنه فيه حاجة مختزنة مرات كتيرة بيبقى غيز والغيز بيعمل فاصل بيني وبين شريك حاتي يمكن فيه موضوع اللي حب يرجع له اسمه التخلص من المرارة بس المحتوى الرئيسي فيه إنه إنه ده لصالحي أنا مش عشان خطر ربنا ولا عشان خطر الشخص التاني يستحق والمحتوى التاني أني أنا ما أقدرش لازم أروح لربنا أقول له أنا عايز أنا عارف نفسي ما أقدرش لأن الغفران عمل إله أطلع الوجع بتاعي وأقول له أنا موافق يا رب أنا عايز أغفر أنا وفقت على كلامك وأقول له أنت تعمل المعجزة دي وأنت اللي تخليني أقدر أسامح بيحصل معجزة يعني لما نشوف الصفانوس بيرجم يعني عارف يعني إيه حجارة تنزل تحطم الرأس وأنا أقول إغفر لهم دي معجزة نعم عايزين دي موهبة أساسية في داخل الجواز وقلن يوم يعني مش هينفع الجواز أبدا من غير هذه القدرة على الغفران لأنه الغضب المختزن يعني بيوصل الوضع للمرارة والمرارة مثل بركان ثائر يعني عم بغلي كله من جوه على وشك أنه ينفجر أو إذا ما انفجر بيضله ينفجر من جوه عم بغلي في الداخل ده ممكن المرارة تبقى من قبل الجواز يعني فيه واحدة سيدة أثناء مشاجرة مع زوجها مسكت صورة المرحوم والدها ودشتها في الأرض وفي الراحة كده اكتشفت أني قالتلي أصلي أنا خدت بالي أن زوجي عمل الأمور اللي كان يعملها والدي وأنا شايلة مرارة من والدي فشوف المرارة من الأبوين لو ما تعلجتش هتنصب برضو يعني الكتاب بعلمنا لألا يطلع أصل المرارة فيتنجس الجسد يعني دمار شامل في الأسرة إحنا تكلمنا عن أدوار الدور الثالث في الرسم اللي شفناها والدور الثاني والدور الأول يعني إيه اللي عاوز يعني تكلمونا فيه كأخصاء إحنا عاوزين نعمل يعني فوكسينج على إني إلزا مهتم بتربيت الأولاد اهتم بالتفاهم اهتم بعلاج نفسيتك واهتم بالعلاقة الحقيقية مع الله إذا مهتم بالتفاهم اهتم بنفسيتك واهتم بالعلاقة مع الله والأساس اللي هي يفر أنه ده بيت مسيحي أو غير مسيحي هو أنه فيه علاقة حقيقية مع الله مش عايزين نبقى زي يلا نصلي نصلي نصوم نصوم مفيش عشرة مع الله حياة ما فيش عشرة يعني أبسط حاجة لو أنا لي علاقة وعرفت ربنا بصدق هكتشف قد إيه زي ما بنقول في صلوات السواعي صلوات الأجبية أنه جزيل التحنن يعني إيه يعني لما بيخفر الخطية لا يعود يذكرها في قديس جميل اسمه الشيخ الروحاني قديس يحنى سابة قال تعبير التوبة تجعل الزناه بتوليين أن أسد أن ربنا رحمني يجعلني كأن الخطية لم تحدث وهذا هو التبرير فأنا بشجع إخواتي المستمعين المشاهدين الآن ابتدي من الأساس تأكد أن في علاقة العهد وأعمل زي يعني أنا كثيرا ما أذكر جملة قالتها عروس النشيد عروس النشيد قالت أنا لحبيبي أنا أعطي حياتي لحبيبي عايز تبتدي عشرة مع الله اعطي حياتك للمسيح وتبدأ علاقة الحب أصله دفع ديوني أنا شخصيا أكثر شيء لفت نظري إلى المسيح وجعلني متعلقا به أني لقيته بحبني وأنا في أحقر حالاتي ولا يهتم بفداحة الخطية لكن يهتم بعايز تقوم يميل هات إيدك قوم هذا الإله الذي يقبلني في أوحش حالاتي يستحق أن يحب فخلينا نفتكر عروس النشيد نشيد الأنشاد كثلاث مرات تقول أنا لحبيبي علاقة حب أنا أعطي حياتي أنا أسلمك حياتي أنا أقبلك سيدا ومخلصا وأحب أفتكر برضو الجملة المثل اللي حكاية رب المجد عن الاتنين اللي صعد يصلي في الهيكل في واحد اللي هو كان كتلة من الخطايا لهجاب الضرائق بالعشار العشار تاكس كوليكتور ده كان يعني لم يصلي صلاة يعني طويلة لكنه كان يوقف بعيد ولم يشأ أن يرفع رأسه يشعر بعدم استحقاقه بالمرة وقرع على صدره بس الغريب أن هذه الكلمات السلاس ارحمني أنا الخاطي جعلت منه رجلا مبررا يعني زي ما قال قديس الشيخ الروحاني ما هذا كيف يصير إلى شيخا كيف يصير باررا هو طلع من الهيكل على البيت صدق مراحم الله زي ما قال قديس بولس إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح نحن لسه عنا فيه كمان خمس دقائق دكتورة أليس يعني هو حكى وانت لو عاوز توصل رسالة أو يعني حاجة فيها شفاء للناس اللي بتسمعنا عايز أقول ما فيش مشكلة هتتحل اللي اخترت أبقى مسيحي كل اللي عايز يحل المشاكل العائلية بعيد عن المسيح أعتقدش فيه حلول جزرية اخترت أبقى مسيحي حقيقي ده مفتاح لعلاج مشاكل كتير أنا شخصيا لو عيش من غير المسيح طب هكمل ازاي أو عيش ازاي فبدون إن المسيحي بأساس البيت ما فيش مشكلة هتتحل وما فيش علاج حقيقي وكمان مراس الأجيال يعني الآية اللي بحبها قوي وحسها إن عايز أمسك فيها قوي كوعدة لله عشياء 59 هذا عهدي معه يعني كلماتي اللي فهمها كلمة ربنا في فمك لا تزول من فمك ولا فم نسلك مين يجد ولا نسل نسل ولا نسل من الآن وإلى الأبد أشياء 59 آي 21 مظبوط دي يعني كل ما شوف حفظتي وبنتي وبقى عايزة أصليلهم أقول له عايزة دي الوعدة ده ما فيش حد مش متمنى ضمانات لعياله وضمانات لعيال لعياله ما فيش مراس أحلى من كده أن أتمسك بعهد بربنا في حياتي الشخصية وعهد الجواز وأن وجود السيد المسيح في حياتي وفي بيتي وكلمته أحسن ضمان لي والعيالي والعيالي وعيال عاوز أقول كمان دكتور إيميل ولو باختصار بتذكر واحدة من الحلقات اللي عملناها مع بعض موضوع الغفران وموضوع الغفران هذا موضوع بصراحة شائك وصعب ولكن بنعمة الرب هو اللي بيعطينا النعمة والقوة أنه نقدر نخفر إذا إحنا فعلا أنا عاوز أخفر ولو يعني بس هيك بدقيقة أو دقيقة ونص يعني حكي لنا عن الغفران والشفاء هو أنا متأكد أو عايزك تبقى متأكد عزيز المشاهد أن الله يقدر ألمك هو لا يستهتر الألم اللي تعرضت لي الزوجة والظلم والإهانة والترك أو الزوج اللي تعرض لعدم الإحترام وخلافه الله يقدر هذا بس أنت خليك يعني زكي أن أنت تتأذي نفسيا وغير القلق والاكتئاب في متاعب جسدية ومتاعب روحية يكفي أن حياتك روحية تعطل لأن من لا يحب يبقى في الموت طيب خليك جدع أو بالمصري نقول خليك ناصح مش باللغة الأخرى خليك زكي أن ده مصلحتك أنت الله مقدر أيها مقدر هيطبطب عليك ويشفي جروحك بس بس أنت لازم تقول خد قرار أنا خد قرار أنا عارف نفسي ما أقدر أنا عارف نفسي مش هقدر لكن عارف أن فسيب الله يعمل المعجزة لإلا لو ما تحلتش المرارة مهما حاولنا أن يتفاهم لا فائدة الله لما فتح يعني يمكن أن تسمع البرنامج النهاردة عزيزي المشاهد أو المشاهدة أن ينكد عليك لا هو عايز يشفي خد قرار دلوقتي أن أنت تاخد دعم من ربينا في الغفران وخد قرار أن مش هتتشطر وتعمل بيت مسيحي إلا لما تدخل في علاقة شخصية قل له امتلك حياتي في هذا اليوم وهذه الساعة الله يفتح أزانه ويقبلك اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم يعني مش عارفين نشكركم يعني ربنا يبارك ويبارك خدماتكم في كل مكان بتروحوا إله شكرا جزيلا دكتور إيميل وشكرا دكتور أليس ربنا يبارك ويبارك خدماتكم أحباء إحنا يعني أجينا لنهاية هذه الحلقة خلينا أقول آية من سفر رؤية الإصحاح الأول مكتوب عن يسوع الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم لهذا جاء يسوع المسيح ليحررنا ليخلصنا من الخطيئة حتى نعيش حياة فضلة فياضة مليئة بالسعادة لأنه هاي إرادة الله والمرح مثل ما سمعنا من دكتور إيميل حبيت هذه النقطة بلاش نكد خلينا نكون أشخاص مرحين مع الآخرين وإذا بتحتاج أي مساعدة روحية من فضلك اتواصل معنا بصلي اليوم الربنا يباركك ويبارك أسرتك وأولادك وتكونوا ملك المسيح اشتركوا في القناة